تابع سمو الشيخ ناصر الحمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية تابع التصفيات التأهلية لمسابقة الرماية في إطار منافسات مسابقة البحرين للسقور والصيد والتي تقام برعاية سموه أي تشهد سموه المنافسات التي أقيمت في هذا الإطار وللأسبوع الثاني على التوالي وقد أشهد سموه بالمتسابقين بمسابقة البحرين للسقور والصيد مؤكدا بأنها شهدت منافسات قوية بين المشاركين وساهمت في نجاح المسابقة وأضاف سموه بأن المنافسات خلال الأسبوعين الأول والثاني شهدت الإثارة بين الملاكي في جميع الرياضات التراثية والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النتائج الإيجابية مشيرا سموه بأن المسابقة تزخر بوجود أصحاب الخبر في هذه الرياضات التراثية والذي كان لهم لحضورهم وتواجدهم أثر إيجابي في إنجاح هذا الحدث متمنيا لجميع المشاركين النجاح والتوفيق فيما تبقى من منافسات المسابقة هذا وقد هلنأ سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة جميع الفائزين بالمراكز الأولى في الأسبوعين الأول والثاني معربا عن تقديره واعتزازه بما يبذله أعضاء اللجان العاملة من جهود مميزة مقدرا في الوقت ذاته جهود وسائل الإعلام المختلفة في نقل المنافسات لإبراز هذا الحدث التراثي هذا وقد اختتمت اليوم منافسات لسبوع الثاني لمسابقة البحرين للصقور والصيد بحضور سموه الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعرد من أفراد العائلة المالكة الكريمة ومحبي وعشاق الرياضات التراثية وقد أقيمت منافسات مسابقة الصيد بالصقور نوع جير للفئة الأولى والثانية وكذلك مسابقة الرماية وبعد انتهاء المنافسات توجد سموه الشيخ فيصل بن راشد الخليفة الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات الرياضات المختلفة بهذا الأسبوع وستستكمل منافسات المسابقة بإقامة الأسبوع الثالث على كأس سموه الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وذلك في الفترة ما بين الثامن والعشرين إلى الثلاثين من يناير الجاري اشتركوا في القناة